فده أمر من دون الأمور اللي حبيت بس أعلق عليها في بداية الحقيقة تعال بقى نتكلم عن تحديات الأهلي في العام الجديد الأهلي عنده تحديات كتير جدا 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 مهمة وإحنا بنسبلنا كجماهير للنادي الأهلي أو حضراتكم كجمهور للنادي الأهلي بيتابعوا للفريق دايما أي طولة بيدخلها الفريق بتبقى عايزين للفريق يكسب والأهلي يبقى البطل وهو ده أو هي ده ثقافة بتاعة النادي يعني وبتاعة جمهوره والجمهور هو أهم عنصر في المنظومة دي منظومة النادي الأهلي لأن الجمهور الأهلي في الحقيقة مختلف الجمهور الأهلي دايما هو اللي بينقل الرغبة الدائمة في الفوز لأي عنصر موجود داخل فريق القرى أو داخل النشاط الرياضي بشكل كامل يعني لو حد جديد حتى جيء بيشرب الثقافة دي بيكتسبها من الجمهور لما بيقابلهم في الشارع لما بيقلب في السوشيال ميديا كده لما بيتكلم مع أي حد كابتن إحنا عايزين البطولة يعني كابتن إحنا عايزين نكسب إحنا عايزين نبقى مبسوطين بالفرقة وبالأداء أين كان إيه هي اللعبة نبالج بقى قرة القدم يعني فهو الجمهور جمهور النادي الأهلي هو العنصر الرئيسي في نجاح منظومة النادي الأهلي بخلاف إدارة النادي اللي بتشتغل بسيستم جيد جدا جدا على غرار إدارات النادي المختلفة في الحقيقة يعني بالعكس كمان في تطور أكتر وأكتر عن جوانب كتير جدا سواء إنشائية أو رياضية أو اجتماعية بنشوف شركات النادي الأهلي المختلفة بنشوف يعني خطوات للأمام دايما من قبل المسؤولين في النادي الأهلي لكن لما هنيجي نتكلم على فريق الكرة بالتحديد إحنا أول تحدي بالنسبة لنا إيه؟ لا مش كاس العالي كاس الرابط كاس الرابط هو أول تحدي بالنسبة للنادي الأهلي هينطلق إمتى كاس الرابط ده؟ يوم 12 من الشهر اللي احنا فيه ده شهر يناير يعني القرعة إمتى؟ القرعة يوم الاثنين هنعرف الأهلي هيقابل مين؟ الاستعدادات هتبتدي إمتى بالنسبة لنادي الأهلي؟ من يوم الثلاثة إن شاء الله بإذن الله تعالى ده تحدي مهم وبطولة الأولى من نوحها في ظل تواجد رابطة الأندية المحترفة لأول مرة بشكل جيد وفي حالة الناس عاملين شغل ومجهود عظيم يعني فليه ما تبقاش إنت أول نادي تأخذ البطولة دي؟ نتمنى ده هدف من الأهداف حتى لو عندك عناصر كتير جدا غائبة بسبب المشاركة الدولية مع مختلف المنتخبات لكن إنت عندك قايمة ماشاء الله يعني منتزة جدا أي حد يلعب يقدر يكسبه فده أول تحدي إن شاء الله الأهل يكون موفق فيه كاس الرابطة بعد كده عندك كاس العامل الأندية وبنسبة كاس العامل الأندية أنا حتكلم على الجزئية والتعارض والأمور دي دي وصلت لحد فين دلوقتي وهنسأل أسئلة مهمة أو يعني لكن كاس العامل الأندية أعين كانت ظروف إيه؟ مهمة أو أن أنت يعني تعمل تمثيل مشرف كالعاد مهمة أو أن احنا نحاول نحقق طموح مختلف في كاس العامل الأندية أنك توصل مباراة نهائية هو ده هدف رئيسي عند كل الفرقة جاس فني لعيبة وعند الإدارة وعند الجمهور وأي واحد من الجمهور النادي الأهل هتسأله نفسك الأهل يعمل إيه في كاس العامل الأندية؟ هقول لك يا نفسي بس هتشوف الأهل في النهائي إحنا خدنا ميداليا البرونزية دي مرتين قبل كده 2006 وسنة اللي فاتت إحنا عايزين نأخذ بقى إيه؟ ميداليا الفضية ويا سلام بقى لو خدنا كاس العامل نفسه ليه لأ يعني؟ هتقول لي يا عم اللي انت بتقوله هو صعب مش هتحك عليكو يا موضوع صعب ومش سهل بس لازم تشتغل عليه ولازم تحاول تحقق هدف من أهدافك ان انت الأهلي شارك في كل البطولات أي بطولة شارك فيها النادي الأهلي خد اللقب بتاعها كان بطالها معادة بطولة واحدة هي كاس العامل الأندية وده نظرا لقوة المنافسين اللي انت بتقابلهم من ناس من أوروبا وناس من أمريكا وكلام من ده فالقرى هناك جنبة جدا انت قريب منهم قوي قوي يعني انت قريب مش بعيد هم بيتفوقوا عنك في بعض الجوانب الفنية بيتفوقوا عليك في بعض الجوانب الفنية لكن انت قريب مش بعيد خالص ليه ما تحاولش انك تحقق الحلم ده هو حلم موجود وفي أزهان كل المنظومة مختلف الموجودين فيها فان شاء الله نحاول من خلال كاس العامل الأندية ان احنا ايه؟ نحقق شيء جيد والأهلي فرحنا كالعادة هترجع من كاس العامل الأندية بعد تاني تحدي حيبع عندك دوري أبطال أفريقيا وانت حامل اللقب لمدة موسمين متتاليين عايز تعمل إنجاز فريد من نوعه انك تلات مواسم متتالية تاخد دوري أبطال أفريقيا بالمناسبة الأهلي كان شارك في أربع نهائيات متتالية عندك 2005 2006 خدتهم 7 خسرت من نجم السحلي 8 رجعت خدت البطولة فبرضو ده كان إنجاز كبير لكن الإنجاز الأكبر انك تاخد 3 بطولات متتالية فده برضو هدف من الأهداف الرئاسية عند الفريق وده تحدي حيكون مهم جدا أول ما تخلص كاس العامل الأندية حيبقى عندك مطش في هذا التحدي يعني وشوفنا طبعا نتيجة القرعة وكل حاجة قرعة صعبة جدا من المريخ والهلال معاك وصون داونز كالعادة فالأمور مش سهلة إطلاقا لكن انت عندك برضو المقاومات الخريق أو المجموعة مستريح بإذن الله تعالى بعد كده عندك بطولة الدور وبطولة الدوري السنة دي مختلفة بالنسبة لنا احنا كلما تعودين ناخد البطولة دايما بتوقع موسم اتنين أقصى حاجة أربع مواسم لما من 2000 ل2004 يعني لما كناش بناخد الدوري في الأربع مواسم دي لكن انت فقط البطولة دي اللي هي الغالية قوي عند جمهور النادي الأهلي وعندك انت كنادي فقط طه السنة اللي فاتت لأسباب كتير جدا بتتعلق بك انت وبتتعلق بجانب تحكمية وتتعلق بضغط مباريات ومشاركات كتير في مختلف البطولات فيعني بشكل أو بآخر كان شبه منطق ان انت تخسر اللقب لكن في كل الأحوال هيبقى صعبة قوي علينا هيبقى صعبة قوي علينا ان احنا نخسر البطولة مرتين وراء بعض فبالتالي برضو والأهلي ماشي كويس قطع دينا مع فيوتشر ماشي الأخير لكن قبلها ست انتصارات متتالية فانت ماشي بشكل كويس حتى وانت لك مباريات مؤجلة انت الأول على بطولة الدور فده تحدي أيضا من تحديات المهمة جدا انكاس مصر بقى في فزور أول حاجة الكاس اللي هو بتاع السنة الفاتي اللي انت المفروض هتقابل فيه بيرميدز في ربع النهائي صح؟ اه في ربع النهائي فإحنا مش عارفين أصل ان الكاس هتلاعب او مش هتلاعب أي إن كان فعندك قدي بطولة اللي هو تلعبت وعندك بطولة السنة دي فاتنين كاس مصر في سنة واحدة تحاول بشكل أو باخر بإذن الله تاخدهم هتقول لي عمو انت عايزة بطولات كلها بصراحة احنا كده احنا عايزين بطولات كلها هناخدها ليه لأ ولما بيبقى تموحك عالي قوي بتقدر تحقق نسبة كبيرة جدا من تموح ده لكن لما يبقى تموحك محدود هتفضل في مكانك مش هتتقدم فده أمر مهم من دمن الأمور المهمة بطولة كاس مصر بإذن الله تعالى لو كسبت الدور تلعب سوبر لو كسبت كاس مصر هتلعب سوبر مصر لو كسبت أفريقيا تاني بإذن الله تلعب سوبر أفريقي تمام بس فإن شاء الله كلها بطولات مهمة وتحديات كتير جدا جدا بالنسبة للفريق